اشتركوا في القناة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بنان ذهب الى مستنقع الضباب هذا اليوم مستنقع الضباب لا يجوز لنا الذهاب أليس كذلك يا سيناء نعم إنه مستنقع غفير وربما أكثر من ذلك يوسفني أنا أقول بأن بنان قد أخطأ ولكن لابد من وجود سبب لي ذهبه أنت على حق بالطبع يوجد سبب ألا تعرفون بأن حورية البحر شهدت هناك حورية البحر هي حورية تقصد تلك التي تذكر بالقصص الخرافية لقد حدثني عنها الحديثون لقد شاهدوها بأعينهم صدقوني صدقوني ماذا شاهدوها بأعينهم وهرأيتها أنت أيضا هرأيتها أنت أيضا نعم حقا رأيتها يا بنان ما شكلها خبرني شكلها شكلها بنان خبرنا ما هو شكلها أندها ذيل أليس كذلك لم أستطع رؤية ذلك ماذا تقصد خبرنا لقد كان جو مليئا بالضباب لذلك لم أرى ذيلها ولكنها حورية البحر حورية البحر غير معقول غير معقول أبدا حسن بنان سأذهب أنا أيضا إلى المستنقى وأتأكد من ذلك بنفسي ماذا حقا يا سينال وأنا سأذهب أيضا وأنا أيضا لن أذهب سرا كما فعلت أنت سوف أطلب موافقة والدي أولا ونحن كذلك كلا لن أسمح لكم بالذهاب إنه مكان خطر ومن الممكن أن يصيبكم مكروب ولكن أرجوك أن لقد سمعت قصتك يا بنان لن أسمح لكن لماذا لا ينبغي علينا الذهاب إلى هذا المستنقى الخطر هذا ما قيل لنا نعم لا ينبغي علينا الذهاب إلى المستنقى ولكن الآن وبعد أن تغيرت الأمور ماذا سوف أسمح لكم بالذهاب إلى هناك نعم جميعا رائعا جميل طوال الوقت كنت أعلم سينان بأن يكتشف الشيء الذي يشك في صحته بنفسه فعلا يا والدي إذا شككت بشيء ابحث عن الحقيقة بنفسك ابحث عن الحقيقة أسلوب جيد يا رحمون هكذا نعلم أبنائنا كيف يكتشفون الحقيقة بأنفسهم شكرا لك يا دكتور نعمان أنت تفهمنا جيدا ولكن والدك يا سينان لم يقل افعل شيئا خطرا أو مبهما هل أنا على حق يا رحمون نعم بالطبع هل فهمت جيدا يا سينان نعم يا أبي فهمت جيدا إذا سمح لكم بالذهاب إلى المستنقى سنلتقي عند الشجرة الكبيرة ظهرا مفهوم مفهوم هل أستطيع الذهاب يجب أن أكلم والدك أولا مي مي سوف أنتظرك عند الشجرة لقد سمعت بأن خورية البحر موجودة في المستنقى؟ نعم وهذه الحقيقة وقد علمت بأن بنان يدعي بأنه شهدها بنفسه أيضا زعبور يمكننا أن نربح الكثير من النقود ليس كذلك؟ فعلا أنت تعني يمكننا أن نأخذ حورية البحر ونستغلها مثل السيرك؟ لقد فهمتني بسعب إذن عليك يا سيشور أن تذهب حالا وتمسك بها ماذا تريد مني أن أذهب إلى المستنقى الخطر وحدي؟ كلا لن أذهب هيا كانت تمرت هيا إذهب إلى المستنقى في الحال حسنون 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 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة لم يأتي أحد ثوف أذهب لوحدي سينان ها؟ لا لا وميمي وبنان السبحت لي والدتي أخيرا وأنا أيضا لقد سمحت لي والدتي لم يسمح لي بالذهب لولا مساعدة والدي سينان جيد هيا بسرعة إلى المستنقى بنان خذنا إلى مكان الحورية حسنون سوف أقودكم نحن مطالبون بالمحافظة عليهم من كل مكروه قد يصيبهم نحن مسؤولون عنهم هذا صحيح يا دكتور هيا بسرعة هيا بسرعة لقد أجبرني زعبور على الذهاب ومسك حورية البحر أنا فوجئت الآن هيا بسرعة 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 انظروا هل ترون الصخرة هنا هناك شرعة حورية البحر مهار 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 حورية البحر ولكن كيف امسك بيها ماما 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 اين انت يا ماما ماما حورية البحر تنادي على امها نعم حورية البحر ارجوك تعالي نحن اصدقاء ماذا انا صديقك ماذا لقد فاتني ذلك هل اخفتها انا انت المسؤول عن ذهابها ولكن سينان انت هنا يا والدي وانت ايضا يا دكتور نعم لم نتمكن من ترككم واحدكم هنا هل رأيت حورية البحر نعم لقد رأيتها انت على حق يا بناء انت على حق ولكن يبدو انها خائفة يبدو انها ذهبت تبحث عن امها انني اسف لم اعتقد بانها ستخاف مني لا بأس يا ابني هيا لكي نعود الان وان لا اعتقدت حورية البحر باننا نريد بها سوءا نعم اذا عدت بدون حورية البحر زعبور سينتقم مني لكن كيف اتمكن من امساكها عندي فكرة جيدة ليستعد لها جيدا موسيقى موسيقى هيا هيا تعالوا وشاهدوا حورية البحر بعشر جوزات نعم بعشر جوزات فقط يمكنكم ان تشاهدوا حورية البحر هيا هيا بسرعة هيا لا تتسرع السرق مفتوط ولفترة طويلة بهدوء وبهدوء اوه الحورية المسكينة لا يجوز تركهم يفعلون بها هذا سينان هاي اوه اريد ان ارى حورية البحر في الحال هاي لا تخرج عن الخط اوه ما هذا ما هذا نحن نتقره منذ اكثر من ساعة سينان هل اصبت هاها اذا كنت راغبا بمشاهدة خورية البحر فقف في الخط كالاخري محتالون لا تملك جوزا لا يمكنك مشاهدة حورية البحر بدون ان تدفع ها افهم ما الذي تريد أن تفعله هيا اوه وهذا ها أنت ايها صغير لا تسبب المشاكل أذ demek الزجف زعفور أنت خلف هذا كما ظننت خلف هذا ماذا تقصد أنا أساعد الآخرين عندما أدعهم يجاعدون هذا صحيح نعم هذا صحيح كما ترى كل مساعدة قرية البحر يمكنك مشاهدتها أنت أيضا يجب أن تدفع جوز أنا لم أقصد ذلك ماذا تقصد إذن أيها الصغير أقصد هذا يا حرية البحر حرية هل أنت بخير؟ أنا لست حرية البحر مانا لسي حرية البحر ولكنك تشبهين حرية البحر ماذا تشاهدت حرية البحر دون أن تدفع ثمنت تخول ماما ماما سوف أقصلك درسل خذ هذا أره أنه أقصلك سوف أعجب مباشرة وأنتم أدخل الجمهور لمساعدة حرية البحر هيا تعالوا تعالوا هاي بنيان and I wish you your 힘 و المحاربة زعبور ماذا pressure me with you من من أنت ت brewحَّ배 بنيان أريد أن تف kilo بنيان أرجوك أنا المسؤول عنك بنيان It was one of mine اسمع ما يقوله لك رحمور إنه هو المسؤول الآن خذ شكرا 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 ماذا تفعله؟ هيا لنسرع ونجاهد حورية البحر انتظروا انتظروا جميعا ماذا هنا اسمعوا جيدا البنت الصغيرة هناك ليست حورية البحر حقا؟ ماذا؟ دع هذه الفتاة تذهب حانا دعها لقد استدنا نحن حورية البحر لا تدعها تذهب هينجيل هذا صحيح لقد اخبرتكم بان هذه الفتاة ليست حورية البحر ماذا؟ من هي؟ من هي؟ الذي تقوله لا تكذب على الاخرين تريد ان تحتفظ بها لنفسك نعذب تحاجمنا لا تبحث علينا لا تبحث اه انت بي يا والدي هي يرموهم بمزيد من الحجارة اسمعوا اهدأوا هذه البنت ليست حورية البحر انها ابنة حيوان يدعى جاكون ماذا؟ الجاكون الجاكون ماذا يعني بذلك؟ لقد فتشت جميع الكتب المتعلقة بحورية البحر وساعدني اخيرا دكتور نعمان بالتعرف عليها هذا صحيح اسمعوا اني متأكد هذا هو الجاكون ها ... المجاكون غير ممكن هذا غير معقول لقد تصور العديد بأن الجاكون هو نفسه حورية البحر لأنه كثير الشبه بحورية البحر افهمتم؟ ها ... اذا انت ليس حورية البحر program فيهاGr頭 لعم هذا صحيح. كوني من تكونين لا يهمني. انت بالنسبة لي خرية البحر. هذا صحيح. اصدت انتمو القالون. انتظر زعبور انتظر. نعم. هذا الحيوان مثلنا تماما. وهل يسمح بان يستغل حيوان الحيوانات الاخرى ويضعها في القفص بسبب المال. انا انا ما اجري. انا ما اجري. لا نسمح لك بالذهاب ثانية نضاعتك الكرة. حسنا. ولان بنان اكسر هذا القفص. بطبع ساكسره حالا. الان انت حرة. رائعا رائعا جيد جيد جيد. ربما. ربما يكرهنا جاكون جميعا. ربما. ولكنها ادركت ايضا بان هناك حيوانات طيبة في الغابة مثلنا. حتى اذا كانت حرية بحر لا يحق لنا وضعها في القفص. اليس كذلك يا ابي. بالتأكيد يا ولدي سينان. اذا كنت تعتقد ذلك انت. هذا صحيح. نعم هذا صحيح. انا قلقة على هذه المستينة. كانت تنادي على امها. ماما. 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 اشكركم جميعا لمساعدتكم لظهر هذا اليوم. اعتقدت في البداية بان سكان هذه الغابة كلهم متوحشون. ولكني مخطئة فيهم طيبون امثالكم. اه لا صحيح. بالمناسبة لماذا تعيشين في مستنقع الضباب. ها. لقد فقدت اومي ذات يوم في البحر الهائج. مفنج اذا وجدت نفسي وحيدة في هذه الغابة. وبعد ذلك ذهبت الى المستنقع الاعتقادي بانه البحر. الان فهم. واجهتك مصاعي. انا الان بخير والحمد لله. والان سانحدر مع مجرى المال اصل الى البحر ثانية ربما اجد امي. نعم. بالتأكيد ستجدين امك هناك. انا اشكرك يا سينان. هل يمكنني ان اسألك سؤالا. نعم اسأل. باي تعيلة امسك بك شرشوة. الحقيقة كنت ابحث عن صديق. ماما. 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 هذا هو صديقي. هل انت صديقي. هل انت صديقي. ماما. ماما. احسكتها. هكذا خدعكي شرشور اذا. المهم اذا لم تعتر على امك عودي الينا. سنكون اهلا واصدقاء مخلصين. ونقدم لك كل المساعدة. شكرا جزيلا يا سينان. كنت ارغض برؤية امك ايضا. ام امرأة رائعة جدا. بالتأكيد. تسلم لي عليها كثيرا مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة ماما اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر